إسرائيل والحرب بالشرق الأوسط كثار اليوم حول العالم حابين يعرفوا هالحرب شو رح يصير فيها شو نهايتها في أولاد عم تروح بالحرب في شعوب كاملة احتمال أنه هي تنباد وفي مصير لازم يتقرر وبالوطن العربي وفق القرآن شو خبرهم وقلهم أنه رح ينصرهم على إسرائيل فعم بيقدموا أولادهم أضاحي وحتى وهني عم يبكوا عم بيقولوا فداك هني عم يقدموا لأنهم موعودين بالنصرة ولكن هل هالنصرة وهالوعد حقيقي كمسيحيين نحن منتبع الرب يسوع المسيح ومنتبع كلام الرب الإله لألنا بالكتاب المقدس الغير مسيحي اللي بيقلك أنا اللي بدي أتبع الكتاب المقدس انت فيك تشوف التاريخ والحاضر اتطابقوا مع اللي رح أعطيك يا بالكتاب المقدس وقت بتفهم لنحن نؤمن أنه هذا هو كلمة الرب الإله الوحيدة الحقيقية المكتوب بحزقيال أصحاح 38 أي إداعش إني أصعد على أرض أعراء آتي الهادئين الساكنين في أمن كلهم ساكنون بغير سور وليس لهم عارضة ولا مساريع رح توصل إسرائيل لوقت لا في أسوار ولا في عوارض ولا في مساريع ولا في مين يزعج لتتحقق هالنبوءة لازم ما يبقى لا عراق ولا مصر ولا سوريا بقي ذراعين لإيران بها المنطقة اللي هني حماس واللي هني حزب الله مجرد هالذراعين ينقطعوا ما بقي مين يقول لإسرائيل بالمنطقة لا شو عم تعملوا ولا شي بصير بدهم رضاها لترضى إسرائيل شئنا أو أبينا حبيناها أو كرهناها كل نبوءات العهد القديم والعهد الجديد لسفر الرؤية مسكوب علي أول مرحلة مرأوفية بني إسرائيل هي الشتات وهذا الشتات تم عدة مرة بسفر أرمي أصحاح خمسة وعشرين من أجل أنكم لم تسمعوا لكلامي ها أنا ذا أرسلوا فآخذوا كل عشائر الشمال وإلى نبوخة ذرسر عبدي ملك بابل وآتي بهم على هذه الأرض وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حواليها فأحرمهم وأجعلهم دهشا وصفيرا وخربة أبدية وهذا اللي حصل مع إسرائيل قال بإرمية خمسة وعشرين عشرة أبيض منهم صوت الطرب وصوت الفرح صوت العريس وصوت العروس صوت الأرجية ونور السراج وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشة وتخدم هذه الشعوب ملك بابل سبعين سنة وفعلا بحسب التاريخ تم حصار أوروشاليم سنة 597 قبل الميلاد وبدأ سبي بابل وتم تدمير الهيكل الأول على يد ملك الكلدانيين هيك لعادوا من السبي عام 538 قبل الميلاد وبدأوا أعمال بناء الهيكل مرة تانية عرف بهيكل زربابل لأنه هيكل سليمان الأول دمر بأكمله أنه البناء سنة 516 قبل الميلاد من تدمير الهيكل لبناء الهيكل سبعين سنة بالتمام هذا الشتات الأول جاءهم كمان شتات آخر سبقوا أنبقهم في الرب يسوع المسيح بذاته بمتة أسحاح 24 آية 2 فقال لهم يسوع أما تنظرون جميع هذه الحق أقول لكم إنه لا يتركها هنا حجر على حجر لا ينقض بالآية 25 ها أنا قد سبقت وأخبرتكم والآية 34 الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله وبالفعل تم تدمير الهيكل للمرة الثانية بسنة سبعين ميلاد على يد الرومان وتشتت بني إسرائيل للمرة الثانية بكل دول العالم يعني رب الإله بيعطي وعده ومنشوفه ثلاث مرات تماما كالشتات تماما كالعودة والعودة كانت وكان في نبوءة لإله بحزقيال إصحاح 11 أي 17 إني أجمعكم من بين الشعوب وأحشركم من الأراضي التي تبددتم فيها وأعطيكم أرض إسرائيل عاموس إصحاح 9 أي 14 وأرد سبيا شعبي إسرائيل فيبنون مدنا خريبة ويسكنون ويغرسون كروما ويشربون خمرها ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها وأغرسهم في أرضهم ولن يقلعوا بعد الرب الإله قال لن يقلعوا بعد وعود الرب تمته بتتم بالتمام أعلان إسرائيل دولة مستقلة عام 1948 فهلأ منشوف كمان الحرب مع الدول المجاورة هاي المرحلة الثالثة اللي الرب الإله قال إنه بني إسرائيل رح يمروا فيها زكريا إصحاح 12 أي 2 ها أنا ذا أجعل أرشاليم كأسة رنح لجميع الشعوب حولها وأيضا على يهوذا تكون في حصار أرشاليم ويكون في ذلك اليوم أني أجعل أرشاليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا ويجتمع عليها كل أمم الأرض في ذلك اليوم يقول الرب أضرب كل فرس بالحيرة وركبه بالجنون وأفتحوا عيني على بيتي يهوذا وأضربوا كل خيلي الشعوب بالعمى وهذا اللي حصل بعد عودة بني إسرائيل كم حرب عملوا علي دول العربية حوليهم؟ مضربين بالعمى لا في رأي يجمع العرب ولا في خطة عسكرية تنجح معهم ولا في قرار حكيم ممكن يتخذ بهذا الأمر الدليل تعود تفرجوا من وقت ما رجعت إسرائيل على هالمنطقة لحد اليوم حارب العرب إسرائيل سنة 1948 انتهى الأمر بهزيمة العرب أطلقوا علي حرب النكبة رجعوا سنة السبعة وستين حرب الست أيام الشهيرة احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء وهضبت الجولان بالإضافة للضفة الغربية 1970 حرب الاستنزاف اقتروا يوقعوا على اتفاقيات مصر والأردن فقط إرضاءا لإسرائيل حرب تشرين التحريرية الحرب شنتها مصر وسوريا بوقت واحد وساهمت بهالحرب دول العربية بإمدادات بسلاح بمصاري انتصرت إسرائيل على الجبهة السورية توغى لجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وتم تشكيل ما يعرف بجيب سعسع بعمق 15 كيلومتر بالأرض السورية أخدتها إسرائيل ما في انتصار غير بالوهم اللي انت زارعوا بحلمك للخلافة وبقرآنك بس وصولاً لحرب لبنان وصولاً لحرب سنة 2021 على غزة وصولاً لـ 2023 الاعتداء اللي صار من حماس والحرب الأخيرة شو ما طلع الدول اليوم تحارب ولا فسائل ولا أحزاب ولا تركيا ولا غيره حتى إيران اليوم إجا الوقت لتقديم هالذراعين حماس شبه خالصة بقيان حزب الله فبدوا ينتبهوا اللبنانيين ما تروح لبنان مع حزب الله ومو تقديمة لرسالة وطنية متل ما قناعوكم هاي مو رسالة وطنية هاي رسالة الإسلام ومحمد بحربه مع اليهود مو دفاع عن إسرائيل بس ما في مقر بسوريا ضربته إسرائيل غير لأنها كان عم تصنع أسلحة فيه لصالح إيران أو لصالح حزب الله في كاهن بلبنان طالع مقدم مشفى لحزب الله بكرة بتنضرب مشفى لك آه إسرائيل عم يضربون لنا مستشفيات ومدارس القضايا الوطنية في حال بتصب بنفس كلام الكتاب المقدس على عيني وراسي من فوق أما تيجي تخدم الشيطان وتنصر الله ورسوله وخلافة إسلامية إجتنا قبل بالسبي والغزوات ومكملة على الشعوب كلها بطريقة عنصرية ما بيقبلوا حدا ما يكون عربي ما بيقبلوا حدا ما يكون مسلم بتكون غبي إذا بتوقف معنا وبتقتنع أنه عدوكم واحد هو الإسرائيلي أنت تابع للشيطان بذاته سفر زكريا أصحح 14 آية 12 هذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أوروشاليم لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم وعيونهم تذوب في أوقابها ولسانهم يذوب في فمهم هذا التفجيرات اللي عملتها إسرائيل لسه رحيل حقا سلاسل كتير ذوبان البشر هاي بفعل تفجيرات وأسلحة نووية محرمة وغير محرمة شو بعمل أنا برجع للرب الإله ما بشارك بشي بينصر الله ورسوله هاي من الآخر في ديقة عظيمة رح تجي لإسرائيل بآخر الزمن بس مو من العرب مو من حزب الله وهالأرطة هذا لعب نحكي نحنا عن ملك روش وروسيا لما رح يجتمعوا مع دول عظمة بالعالم ويحيطوا بإسرائيل بالمدينة العظيمة ويدكوا تلاب تسنين ونص ويكون في ديقة عظيمة على إسرائيل حتى بهداك الوقت انتباه ما إلو النصر هاي بتكون خلاص انتهى الزمن فهلأ النبوءة اللي عم بتتم هزقيال 38-11 عم يتم التأسيس لدولة إسرائيل لتكون بدون سور بدون عارضة بدون مصاريع بدون حدا يزعج أمن وأمان وسلام ما في ولا عربي ولا مسلم يسترجي يقول محمد ولا نبوءة قرآن ولا شيء قدام أو بوش إسرائيل ترجمة نانسي قنقر